سباحه مثل ما اتفقنا حب اليوم احكيكم عن موضوع حب الذات كيف تحبوا ذواتكم كتير قالوا لي مثل ما قلت لكم قبل انه انا ما بعرف احب حالي كيف يعني احب حالي شو معنات احب حالي قلت لكم كنت كتير استغرب لانه حب الذات هو اول حب الشخص اللي ما بيعرف يحب حاله كتير صعب انه يعرف يحب الاخرين الاخرين مش شخص يكون معه بعلاقة يعني زوج او حبيب لا الاخرين حتى الناس اللي ما بنعرفهم حتى اهلنا زملائنا الغربة ما رح نقدر نتقبلهم او نحبهم او نعرف نتعامل معاهم اصلا اذا ما عرفنا كيف نقدر انفسنا ونحب انفسنا ونعرف كيف نتعامل مع حالنا اول في شخص عندي طلب مني استشارة لما قلت له شو المشكلة قال لي انا ما بحس الشخص اللي بشوفه بالمراية بيشبحني برفض الشخص اللي انا بشوفه بالمراية مو جميل كله عيوب كله نواقص قلت له كمل شو كمان قال لي لا انا مش اصدي عالشكل تقول له عارفة اكيد مش اصدك عالشكل بس احنا بالزبط هاد اللي احنا بنشوفه بالمراية بس انا اشوف اطلع بالمراية انا ترى بحب المرايات لما بتطلع بالمراية يا اما بتشوفوا شو ممكن تصيروا شو بتقدروا تعملوا او ممكن تشوفوا حبة طلعة بوجهكم بتشوفوها مشوها كل حياتكم فالمراية انعكاس لارواحنا لأفكارنا لشو بنحكي ومنتمتم بيننا وبين انفسنا في كتير ناس بيظهروا قدام الاخرين انهم ايجابيين ومحبين للحياة شخصيتهم قوية وثقتهم رائعة هم عارفين انهم مثل الميل في هالشين بتمسكوهم هيك بصير تك 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 ليه؟ لانه اللي بيحكوا بيتمتموا فيه محالهم كتير سيئ محطم بيقتل بيسحب الطاقة منهم انهم يقدروا يغيروا او يحاولوا رقم واحد نبدأ بحب الذات رقم واحد ابدأوا شوفوا الاشياء الجميلة بالمراية ابدأوا شوفوا ارواحكم ابدأوا شوفوا افكار حلوة ابدأوا شوفوا ملامح حلوة ابدأوا شوفوا قلب حلو ليه؟ لان كل شي بتشوفوا بالمراية مشوه تأكدوا هو نفسه اللي حيكون تعاملكم مع الاخرين اللي بيعلقوا على حدا بالفيسبوك او بالسوشال ميديا تعليقات جارحة هدول برأيكم لما بيشوفوا حلب بالمراية شو بيشوفوا؟ بيشوفوا مسخ مشوه عشان هيك بتم يشوهوا الاخرين كيف انا بشوف حالي انا بشوف الاخرين كيف انا بحب حالي وبحترم حالي وبشوف مزايا تأكدوا على طيب بنتبه لمزايا الاخرين بعرف رح تقولولي سوسن صعب اكون زيك ليش صعب تكوني زيك؟ انا من خلقت هيك؟ بالعاكس انا منو انا صغيرة يعني من وقت ما بلشت احكي بلشوا الناس يعيبوا علي لما بلش جسمي يبين يعني اربع سنين وخمس سنين ما بعرف اول اسمي حتى كنت اسطحي انو الله يليش هدولو مساميني سوسن انا ما عرفش احكي حرف السين ما حدا يكون يقولي شو اسميك؟ اسكت ابقبين كأنني مجنونة او كأنني ما بسمع لانو ما بدي اقوله عشان ما اقول حرف السين فكنت اقول ننن عشان ما اذكر حرف السين يعني هما مو منتبين بعد هيك صاروا يعيبوا علي انو انت تخينة بيضهم لز لزة شو اعمل يعني باكل بعد مع الوقت تعلمت كيف ما اشوف الاشي اللي هما بيشوفوها واشوف انا واخدوا حاد يعني زينا بقولوا بهذا الاسلوب وجر كل ما اكبر غير هيك انو احنا عائلة ما شاء الله ما شاء الله يعني انا اصغر بنت بعائلة مكونة من 12 شاب وبنت اخ واخت فكل ما عم بيعملوا اسقاط علي لانو انا اصغر واحدة فدائما انا مش افضل دائما بالنسبة لهم انا خسرانة بهاي المعادلة غير انو انا يعني طبيعتي جدا مؤدبة فما بحكي قبل الكبير ما يحكي بستحي بتلباك بخجال كتير اشياء حسيت انو شو ولا شو بدي اغير انا انا ما في يعني كنت كتير حتى اقول انو استغفر الله العظيم يا رب انو كاني انا مخلوقة انا مش انسانة صح عشان هيك بدأت بالكتب بدأت بدي اسمع حدا تاني غير اهلي غير اخواني وخواتي نو نو بدي اعرف شو هذا العالم اللي احنا فيه بدي اكتشفه وبدأت اشتغلت على اول نقطة انو انا قلبي كتير ضعيف ما بتحمل مت ما قلت لكم بخاف بسرعة ما قلي خلاقه حدا مريض اه هاد هيك دخلت التمريد مع انو الكل كان قولي انو تمريد انسي يعني وين اسم العيلة اي دينت كير دخلت التمريد عشان قلبي يقوى شوي ابدأ اعتمدها حالي ابدأ انا اربي سوسن بعيد عن الاخرين شو بدهم سوسن تكون انا بدي سوسن تكون غير غير الاثنعش كلهم غير ابوي وغير امي انتم متخيلين بدي اكتشف وما تفكروا لما انا اخدت القرار الكل سكت واحترموا رغبتي طبعا لا تك 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 بلشوا اكتر انو مياكلوا بمخة انو نوو حتصيري بكرة تخدمي الناس عشان انا اقول لحايلة ما بدي ينو حتصيري تحميم المرادة حصيرو يسبوكي بيني وبين ذاتي ترا كنت خايفة بس اقول لحالي سوسن انتي قررتي المشوار حيكون صعب اذا من هلأ ما تحدتي الكلام امت حتتحدي امت حتخلي ايه سوسن قوية زي ما انت نفسك اشتغلت على نقاط ضعفي منو انا عمري 17 سنة ليه عشان اصير اشوف حالي حلوة انا عمري بحياتي ما كنت شوف حالي فيها فيها مميزات او فيها اشياء ايجابية نهائي نهائي يعني حتما امي كان دايما تمدحني اصير اضحك بيني وبين حالي اقول عن جد الارد بعين امو غزال انو ما حدا شايف فيي اشي حلو الا امي بس النقطة التانية لحب الذات كونوا انتو بعيوبكم قبل مميزاتكم حبوا عيوبكم وقلوها عادي يعني انا ما حدا يقول لي سوسو انت بتحكي قلم بعرف ما بقول حرف السين صاح ولا حرف الجيم صاح ولا حرف الشاء صاح وعندي كمان حرف مكسور اينا بس انا الله هيك الله هيك خلقني شاعمال هذا انا وقفوا انكم انتو تكونوا بيرفكت اني انا بدي اكون مثالية بكل شي ورائعة بكل شي زي فلان او زي علنتان لا هذا انا وهذا عيوبي انا زي السلطة كلي على بعدي اصير زاكية بس اذا اخدت الطماطم لحالها ولا الخس لحاله ولا الاخيار لحاله هتبطل سلطة انا سلطة رقم ثلاثة قللوا التركيز وهمشوا اراء الاخرين فيكم لسبب بسيط صحب انه احنا نرضي الكل لانه اسباب الجميع ليش بدهم اياك بهذا الشكل مختلفة اذا انا بدي ارضي اختي فلانة واخوي فلانة وابوي وامي فلانة وصاحبتي فلانة مين انا حاضية انا بالنسبة لي ما بهمني اراء الاخرين مسوصان لنفسا هذا مش حلو عليك اههه سكي شكرا بس انا بحبه ها هي الحقيقة بس انا تشتري سياره فلانية مش بد اسياره مينة بم مشكلة انا بعرف لش اخترت سياره فلانية سوسان مشوار هذا ترى مو حلو او لون الشعر عليك هذا مو حلو شكرا بس انا بحبه فمو لازم نهائي تكون حياتنا متل حياة الاخرين يعني انا حياتي كسوسان مختلفة عن حياة كل خواتي لسبب واحد بديش اقول الاسباب عديدة بدي اقول سبب واحد انا لما بلشت اكبر كنت بدون اب كان ابوي متوفي ابوي توفى انا صغيرة كل خواتي عاشوا بحياة ابوي وصلوا للجامعة بحياة ابوي انا لا فما فيش حدا يعطيني دايريكشن شو اكون بالدني ابوي كان يخطط كل شي لالبنت كل شي يعني فانا ضعت بدون حدا يخططلي فما رح اخلي حدا يخططلي بدي انا ااخد زمام الامور واخطط لحالي انا سبعتاشر سنة بالتأكيد حياتي رح تكون وشخصيتي مختلفة عن الاخريات لانها different ظروفها غير حيثياتها غير الاشياء اللي انا اطريت اتحداها بحياتي مختلفة كتير عن خواتي فمن الطبيعي اكون غير رقم اربعة ابعدوا عن الناس اللي بتقلل من قيمتكم واللي دائما بيحاولوا يشوفوا كيف يخلوكم تحسوا انه انتو اقل درجة منهم ان كان بالذكاء ان كان بالشغل ان كان بالشكل ان كان بالحياة ان كان بسعادتك مع زوجك ببيتك شو هذا بيعمل لك شو هذاك بيعمل لك اي حدا بيحكي معاكم بيشكل بيفقدكم جزء من معنوياتكم لسا ما بده اقول ثقة معنوياتكم بتحسوا انكم قعدتوا معا كأنه كانكم متضايقين بعد الاعداء كأنه اخدت شي منكم ما عجبتكم الاعداء هيك كل افكاركم صارت سلبية اقطعوهم بدي انبهكم للشي في ناس من الخبف انهم بيحكوا عن ايجابياتهم وبيضخموها امامكم عشان تحسوا بضقالة حجبكم يعني زوجي هيك بيعمل لي وزوجي هيك بيسويلي وجوزي بيحبني و24 ساعة بتغزل فيي انا رفزني و24 ساعة بتدياني وانا مقل اخلاق وزهقانة ودائما بيشوفني حلوة وعين ممكن تكون ماكلة هوا ببيتها عن جد وجوزي بتركها وبيروح انا بدي احكي بس انه بتعمل هيك عشان هندها هي مشكلة محالها بس بتحسسك انه انتي محرومة انا بنعمة في كتير ناس هيك وبطرق مختلفة عاد برضو احسبوها حتلاقوها بطرق مختلفة شاربتي هاي غالية ولا سيارتي هاي احنا رقم خمسة سامحوا انفسكم على اي خطأ من اخطاء الماضي على اي شي عملتو زمان واكتشفتو هلأ بعد العمر انه كان بامكاني اعمل شي تاني ليه؟ لانه بوقتها الاشياء والحيثيات اللي كانت موجودة اللي على اساسها اتخذ القرار كان نظبوط بوقتو هلأ انضجنا تعلمنا شفنا الدنيا اكتر افهمنا هلأ بننظر لزمان منلاقي انه اه انا غلطت لا لا سامحوا حالكم وتذكروا انه بوقتها ما كنتوا نفس الشخصية ولا نفس العلم ولا 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 هلأ اتطورنا فسامحوا انفسكم رقم ستة ابدأ بالتغيير بالشي اللي انت متأكد وحاسس انه لازم يتغير بشخصيتك ما تقول والله نفسي اكون بهاي الشخصية ولا لازم لو كنت هيك بس انا طبيعتي عصبي انا طبيعتي جبعنا انا لا فيش شي اسمه انا طبيعتي عارف انه بدك تغير هدا الشي غيره بلش وخطوة خطوة ما في شي بينخلق بيوم وليلة ما رح نقدر نخلق شخصيات قوية بيوم وليلة بالتأكيد لا بدأ مثابرة وبدأ محاولة وخطأ وبدأ انه مش حسكت ححاول 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 بالنهاية حتثبت بالنهاية حتحس لما حاولت لما انا عضلني اقول ما بدي ما بدي ما بدي ما بدي العضلة هاي بتقوى وهيك حيصير بشخصياتنا كترة المحاولة شخصيتنا بتقوى رقم سبعة ممكن نخسر وهذا الشي طبيعي مش انه انا هلأ غيرت هذا الشي ورح اعمل تجربة مش هاغلط ما حدا بيعرف ممكن نغلط ومش غلط انه احنا نغلط لازم ان احنا نتقبل الخطأ والصح انه احنا ننجح او نفشل فلازم يكون عنا واعي وادراك انه حتى الفشل ممكن يكون شو بكدير طولت ما انا بحاول طولت ما انا بقدر اخد قرار حتى لو فشلت بس على الاقل اخد قرار على الاقل حاولت جربت وعملت واخدت خطوة فشلت او نجحت بعدين بقيم بغير وبعمل بط مش لازم خوفي من الفشل ينعني من القرار رقم تمانية قدر كل شيء انت عملته وحاولته بالتأكيد ممكن ما نصير زي ما احنا بدناه ممكن الخطة اللي احنا رسمناها لانفسنا ما تنجح ممكن الامل اللي انا كنت متأملاه من هذا الشخص فشل وخذلني ممكن الشي اللي انا بدي اياه من هذا العمل او الهدف اللي بدي احققه فشلت فيه عادي بتصير لكن مش معناته انه هاي الاشياء كلها ما في ناس تتمنى انها تحصل عليها وتتمنى انها تعيشها دائما قدر هاي الاشياء اللي بتعتبروها بسيطة لازم نقدر حتى اخطاءنا حتى فشلنا نعمة حتى ابتلاءاتنا نعمة رقم تسعة كل يوم شوفوا كل يوم اعمل شي ولو بسيط يعطيك الشعور بسعادة لو شي بسيط لو فنجان اهوة تقعد بتاخده بمكان هادي تقعد مع نفسك ومع موبايلك نص ساعة تشرف فيها فنجان اهوة صفاء ذهن تسمع اغنية تقرأ شعر تسبح اعمل شي كل يوم لو بسيط يعطيك جزء من السعادة خلونا نستثمر بكل يوم من حياتنا مش نستنى اشياء كبيرة تصير عشان انا امبسط لا انا امبسطة كل يوم انا اليوم مفترت اليوم مفترت بيض مع لحم تخيلوا بس امبسطت واكلت واحدة توست فحسيت انه اجازة وهوري وعملت اشي وان شاء الله لسه يومي طويل وفي اشياء كتير حلوة عم بعملكم السناب اللي انا وعدتكم فيه فمبسوطة اني عم بعمل شي للناس يبسطها اذا بتقدروا تفيدوا اي حدا باليوم تبتسموا بوجه حدا تمدحوا حدا لو انفسكم سووها عشان تشعروا بالسعادة كل يوم عشرة كل يوم ابحث عن شيء انت مش متعود تعمله وجرب شيء ما بتعرفو وتعلمو جرب شيء كنت دايما تقول لا هذا اللون ما بيلبق لي جرب هذا المكان ما بحبو جرب دائما اكتشفوا اشياء جديدة بالدنيا انتو ما ترقتوا لها باب ولا فتحتوا عليها شباك بل لما كان حدا بدو يدعوكم لشيء مختلف لا 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 لانكم انتو متعودين على شيء معين الكمفورت زون هاي برتاحك برتاحك ما عم نشوف اشياء جديدة بالحياة ليش؟ اكتشفوا الدنيا الدنيا مش فقط طريقتكم انتو بالحياة لا فيها شيء كثيرة جد رقم 11 امن بقدراتك يعني ما تقول انو انا ما بقدر اعمل هيك شوف انت شو بتقدر تعمل باولو كويلو من هو عمره سبع سنين هو يقول انا كاتب انا كاتب احلو فكروه انو عن جد الولد في اشي كيف هو كاتب كتب شيء بالمدرسة والمعلمة قالت له انت كاتب شاطر كان عمره سبع سنين من عمره سبع سنين لما وصل اعتقد خمسين سنة هو يقول انا كاتب لدرجة انو اخر شيء مرته قالت له يعني انو ما بصير تعرف نفسك عن ناس انو انت كاتب وانت كتاب واحد ما عملت اكتب عشان لما تقول انا كاتب يكون صاح كتب وانشعر انو هي بليفت ان همسوف امنوا بانفسكم هتصبت رقم اتناش اقضي وقت انك تخلق قصتك مش تقعد تقرأ قصص الاخرين وتراقب فلانا كيف عايش حياتها او فلان كيف ناجح بشغله او هداك كيفك لا ضيع وقتك في حالك انت اخلق انت بهاي الدنيا ما تخلق صورة مشوهة عن الاخرين وانا ذكرت في الارقام اللي قبل ليش وليش وليش فضيع وقتك انك تبني قصتك وتكتب قصتك انت على كل سماء بهاي الحياة انت شفتها على كل ارض انت خطيت عليها منها ومن خلالها وحياتك وتجربتك اخلق قصة لإلك انت لا تستنسخ قصص الاخرين لا رقم 13 الوعي والإدراك لازم احنا نهيش حياتنا بوعي نكون صحيين صحيين لكل شي انا الاشياء المهمة بحياتي كلها بام 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 لما بشوف اي شي بيصبط مع الاشياء المهمة اللي عملالها داونلود عطول مخ بيدوضو اخدر اي شي انا بحب مثلا الاستغفار اول ما بشوف الزحمة اوكي ممكن اسمع اغنية بدين بطفيها بعرف انه عبادة الطريق استغفر ليه لانه ما بدي اضيع وقتي باي شي تاني بدي بدي استفيد منه باي شي تاني باي فكرة ممكن تعملوها اذا انا باكل كل يوم غلط بالتأكيد رح اوصل بعد شهر اتخينا فلازم يكون في واعي وادراك اذا انا باحمل مرتي كل يوم بالتأكيد هتوصل لخناقه اذا انا كل يوم فقط دوبي الولاد دوبي المطبخ دوبي البيت بالتأكيد حيجي وقت حتحسي حالك انه بلا قيمة فقدت عمرك على الفاضي اتخنتي ومرضتي وارتفع عندك الضغط وهرموناتك مخربطة والفيتامينات الله يعلم عنها شو وشكلك كأنك كبرانا عشرين سنة لانه عم نعيش تجارب بدون وعي بدون ادراك بدون ما نحس بكل شي بطعمه بيومنا لازم لازم تحس بهاي الاشياء رقم 14 خففوا شوي عن حالكم وقيموا بعض الاشياء عن كاهلكم ما تكونوا حدين الطباع يا عكفي يا بازعل او انه هذا الشخص بدي يكون هيك وهذا بدي يكون هيك ما تكونوا كل شي عندكم اياه مفترض محدد كتير صح لا الحياة مش هيك اللي بقولولي يا ابيض يا اسود وهذه قلتها كتير قبل وكتير ذكرتها لدرجة انه فيه دكاتر نفسيين صاروا ياخدوها مني ويذكروها بذير سوشيال ميديا ما تقولوا ابيض او اسود لانه في علم الالوان اصلا ما فيه لا ابيض ولا اسود الابيض هو افتح درجات الرمادي والاسود هو اغمى درجات الرمادي يعني الناس عايشة بين رمادي لرمادي فكل شيء متوقف فما ترسموا اشياء محددة واذا ما زبطت بازعل وبعصب وبنقر وانا نظلمت واذا ما بقولوا اللي ما بيجي معك روح معو كنوا لينين شوي عشان ما يسهل كسركوا كل شيء ممكن يتحور باشكال مختلفة ما علي ما تتفاجأوا ما تثقوا بالناس كل الثقة عشان تنخدعوا كتير ما فيه داعي خففوا خففوا انتبهوا وعيشوا حياتكم صح رقم 15 واخر نقطة شوفوا قديش فيه نوقات انكم تحبوا انفسكم كتار صح واذا بدكم ترى ممكن اكمل 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 هذا الشي ترى كتير حلو اللي بيحب حاله صح لا يملك الا انه يحب الاخري اللي خلق قصته اللي عاش تجربته اللي تقبل عيوبه رح يشوف هاي الاشياء بالشخص الاخر ويكون عارف ومستوحب انه هذا الشخص عايش تجربته وواجه تحدياته والله يعينه احبه قد ما انت نايس مع حالك هتكون لا شعوريا نايس وودود مع الاخرين هتعطي وتبين ثقتك بنفسك العطاء وانك تكون ودود وراقي مع الاخرين تعمل معهم بطيبة وبمودة تأكد حيبين قديش انت واثق من نفسك وواثق من حبك لذاتك اشتركوا في القناة áoون سtraitional ان تصاعد محبا واق ناما يوى اشتركوا في القناة نعم نعم ترجمة نانسي قنقر